أتدرج إزاي ولأنني أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هموت إمتى ولا إزاي ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب آمين يا رب والدي والديكم نخلص الموضوع ده في حلقة أو حلقتين بسرعة في قضية التدرج حلقات استثنائية ما هيش في السياق التدرج له أصول له ضوابط يعني مش زي ما بعض الناس فهمت غلط أن واحدة متبرجة تبدأ الأول تبطى المكياج وبعدين تغطي شعرها بأي حاجة وبعدين تبطى اللبس بانطلونات وبعدين ده التدرج غلط التدرج التدرج ليس في ترك الحرام ده اللي عايزة تتوب من التبرج على طول النقاط والإزدال فيش حاجة اسمها تدرج قول لي لا لا مش أنت لسه قايل أن تدرج في تحريم الخمر يا عم الكلام ده كان في أول الإسلام لكن اللي دخل الإسلام بعد كده ما تدرج اللي دخل الإسلام دخل على أن الخمر حرام فاهم إزاي فالتدرج ليس في ترك الحرام لا ترك الحرام فورا لازم تبقى فاهم كده التدرج في السير إلى الله ده موضوعنا مش التدرج في ترك الحرام ولا التدرج في فعل الفرائض بنقول إيه واحدة كانت متبرجة وقاملة وبعدين بطلت مكياج هي لسه في الحرام لحد ما توصل للنقاب لما توصل النقاب يبقى كده بدأ التلتزم واضح ما بقولش إيه لا ماينفقش ما حدش يعمل يا عم خليها تعمل تعمل اللي هي عايزة وعلى كفة وبالراحة ووحدة ووحدة زي ما بيقولولها ماشي بس هي لسه في الاسم والحرام لحد ما توصل لمراد الله منها فالتدرج في النوافل لا في إقامة الفرائض ولا في ترك المحرمات دي نمرة واحد نمرة اثنين لا ينبغي أن يكون التدرج تكأ للتواني والكسل أنا ما بقول إيه ما تقراش النهاردة خمس أجزاء إقرى جزء واحد ابدأ بجزء أو لبنص جزء ما يبقاش معناها أن أنا فاضي وقاء كسلان معناها أنك أنت فاضي إقرى خمسة عشرة اعمل ختمة في اليوم فاض لكن مراعاة لما شغلك وهمومك وعدم تركيزك بقول لك جزء واحدة واحدة لكن لو فاضي وتقدر اعمل بس مش هنحسبها إحنا بنحسب أن النهاردة ستة الشهور الأولانية أو السنة الأولانية في جزء معنى جزء خلي بالك يعني ما ينقص آية ولا يتفوت يوم هو جزء كل يوم سابت يصلي كل يوم ركعتين قبل أداني الفجر هم الركعتين ما فوتش ليلة ولا عيان ولا تعبان ولا مسافر ولا يبقوا بعد كده اربعة يبقوا ستة يبقوا تمانية يبقوا احداشر شغالين لكن هي دي الخطوة اللي خدها ما ارجعهاش ولا وهموت تلاتة التدرج يعتمد على الصبر بمعنى ان الحال اللي أنا فيه او المقام اللي أنا خدته في البداية بجزء القرآن وركعتين قبل الفجر والأربعين ركعة بتوع السبعتاشر فرائد واثناشر نوافل التسعة والشرين ركعة دول ما ينقصوش ركعة ما ينقصوش آية ما ينقصوش تسبيحة لنعمل لنفسي الف في اليوم ميت استغفار ومية صلع النبي ومية لا اله الا الله ومية سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ومية بقية الصالحات ومية حسبنا الله وانا ما الوكيل ومية كده مية خليها عشرات خليها خمسينات ايا كان اللي انا بدأت به وانا قلت كتير ان عمر محدها يقدر يوصل لربنا الا اذا كان له برنامج ومنهج ماشي عليه اما اللي سيب نفسه لما افضى هب اعمل عمره ما هيوصل الايه احسلف من انتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره فلا بد أن نحمل أنفسنا على الخير قسرا لازم أضغط على نفسي وأقططع لله من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا طريق إلى الله ده عشان توصل لربنا لا يقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال ربنا أعز من أن يقبل منك الفضل الشاهدين أن التدرج يعتمد على الصبر أنا خدت الجزء والثلاثين أربعين ركعة في اليوم والألف تسبيحة واستغفارة في اليوم والألف ذكر في اليوم خدت دول الصبر بقى الصبر يعني إيه؟ يعني أصبر حتى يتمكن المعنى من القلب لكي أستطيع أن أنتقل به إلى ما هو أعلى منه أصلا لازم تفهم بليز أرجوك افهم أن دي فعلا درجات حسية يعني عارف اللي بيطلع السلم درجة يعني رفع رجله يعني علي درجة هو ده معنى حسي ربنا قال كده هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون قال تعالى ولكل درجات مما عملوا يبقى العمل ده درجات لن يستوي صاحب المئة التسبيحة والمئة وواحد المئة التسبيحة في درجة والمئة وواحد في درجة تانية مختلفة عنه والتسعة وتسعين في درجة تالتة هي درجات كل واحد درجته على قد شغله فالواحد لما يبقى يعني عايزك تتصور معايا يريد نبقى نعمل سلم كده عشان أشور عليه عايزك تتصور لما تبقى على الدرجة دي واقف انت على الدرجة دي علشان أطلع الدرجة اللي بعدها عارف الدكتور كان بيقول ما تنزلش بكعبك انزل برجلك كلها هي دي اني لما حط رجلي كلها على الدرجة وأتمكن من الدرجة وأثبت على الدرجة وأشوف وضعي وأنا في الدرجة أما أطلع على الدرجة اللي بعدها بطلع برجلي الاتنين برضو هي دي قضية التمكن إن أنا أتمكن من الدرجة أتمكن من الدرجة يعني إيه يعني أبدأ في قراءة الجزء أتخلص من السرحان أثناء الإراءة أبدأ في الذكر بالألف بس أبدأ في فهم الذكر يعني إيه سبحانه عارف التمكن إن لفظ الجلالة الله لما أقول سبحان الله لا إله إلا الله لفظ الجلالة الله يعمل عمله في قلبي بقى إن أنا ده ما أقول الله ألاقي ابتسامة حلوة كده لرجفة في قلبي دي مش هتيجي يوم ولا اتنين ولا عشرة ولا شهر ولا اتنين دي محتاجة وقتها مع التركيز فيها هو ده معنى كلمة التمكن إلا أنا أقصده إنه الصبر على المقام يعني التمكن فيه عشان أنتقل به إحنا كنا بنقول في مدرج السالكين المنزلة الأولى اليقظة اتنين الفكرة ثلاثة البصيرة أربعة العزب بنقول إيه إنه لما يتمكن في اليقظة ينتقل باليقظة إلى البصيرة وعدين يتمكن في البصيرة ينتقل باليقظة والبصيرة إلى الفكرة الفكرة الأول بعدين البصيرة انه بياخد المقام ده معاه مش بيتخلص منه مش انا خلصت بانا قالت للي بعده لا ده انا منتقل بي عشان كده لما بقرأ جزء واجه انتقل للجزءين ده انا مش بنتقل للجزءين عشان فرض علي لا ده انا بنتقل للجزءين لان من كتر شعوري بحلاوة الجزء نيف سعره جزءين من كتر استمتاعي بمئة استغفارة لا 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 ما عادش مية بيكفوني ما بيشبعونيش انا عايز استغفر الف نقولك لا 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 هم متين عشان تفضل مشتاء مشتاء للعلو والالترقي والرقي والارتفاع ثلاثة السنة في التدرج انه كلما ترقى درجة لا يعود الى الدرجة الادنى ابدا بمعنى بمعنى ان انا بقرأ جزء ما ينقصش الجزء اية ولا نص اية بقيت جزءين ما ينفعش ان انا ننزل تاني الجزء هم جزءين ولو هموت ما ارجعش الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمنا كده انه كان اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار اذا كان بيصلي بالليل 11 ركعة في ليلة نام راحت عليه نومة احنا بشر ورد علينا الخطأ وكل حاج فمرض ليلة يبقى بالنهار يصليهم ما يفوتش اللي هيتعود انه يفوت عمره ما هيتقدم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ما فيش حاجة تفوتك اللي يفوتك تقضي انفعش انها عدت خلاص لا عدت ايه فيش حاجة بتعدي عارفين قصة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة عند احدى امهات المؤمنين فصلى ركعتين بعد العصر قالت ألم اسمعك قد نهيت عن الصلاة بعد العصر قال نعم ولكن شغلت عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتين يبقى الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما فاتوا سنة الظهر الركعتين عمل ايه صلهم بعد الظهر بعد العصر ما فيش حاجة اسمها حاجة معلش انا شغلت النهاردة ما قاريتش ما فيش حاجة ما ما قاريتش عيب انك تقول ان شغلت عن الله عيب انك تقول لربنا انا ما كنتش فاضي النهاردة عيب في علم المعاملة مع الله ده يقدح في ولائك لله في حبك لله في اخلاصك لله ده يقدح في زعمك انك بتحب ربنا انك مخلص لربنا ان ولائك لربنا ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى ما عرفش رقم كم دي ثلاثة ولا اربعة اكتبوا انتم الارقام برحيتكم لكن للتدرج منهج منضبط بوقت فلا يترك للهوى يعني ايه يعني انا حط لنفسي برنامج ومنهج ان انا النهاردة بقرأ جزء بعد ست شهور هقرأ جزئين بعد سنة او اتنين او تلاتة او اربعة مش مشكلة دي عندي انك تحدد الوقت ايه بس يبقى فيه وقت محدد مش على مزاجي انت بتقرأ ايه بقرأ جزء كل يوم بعد سنة بتقرأ ايه انا لسه في الجزء طب هتنقل لجزئين امتى مش عارف ربنا لا ده كده انت بقى ماشي على هواك ماشي على مزاجك اللي عايز يوصل لربنا يبقى لازم له انضباط ان انا هوصل في اليوم الفلان ماشي بجزء اتنين هيبقى في الوقت فلاني تلاتة في الوقت فلاني اربعة في الوقت فلاني خمسة في الوقت فلاني والتزم وانضبط ما هيش لعبة ايضا للتدرج مراحل لبداية ابقى عارف النهاية دايما نقول للاخوة بتوعي ان انا عايز احطك على طريق شايف اخره زي ما انت شايف اوله اوله هنا في ايدك اهو واخره قدام عينك لازم تبقى شايف اخره قدام عينك اخره فين واخره ايه بينهما مراحل تقطع تقطع براوية انا ما بقولش القفز القفز على اسوار المراحل يؤدي الى السقوط فيش حاجة اسمها تتنطط لا ده انت هتمشي ماشي منضبط مشي متمكن هابقى اقرأ لكم فمرة منزلة التمكن في منازل السائرين انك بتتمكن في كل مقام انتمشوا انك حاسس ان كل يوم بتتمكن اكتر بتركز اكتر بتفهم اكتر بتحس اكتر بتتقدم اكتر بتحصل اكتر بتقرب اكتر اليون دول كتير بقابل بعض الناس وقول له يا ابني ربنا في الحديث القدسي قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا كل ده لسه ما عملت الشبر لربنا ما قربتش لربنا شبري حد الوقت شبر ما هو انت لو قربت شبر وربنا تقرب لك ذراع كم بان عليك كم بان عليك القرب ده معه الناس اهل القرب دول المقربين والسابكون السابكون اولئك المقربون لهم علامات بيبان عليهم اللي يحب بيبان عليه اللي بيحب ربنا بيبان عليه واللي ربنا بيحبه بيبان عليه اللي بيقرب من ربنا بيبان عليه واللي ربنا بيقربه بيبان عليه لكن التنيين قال الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود مسود مش عايز أطول في المقدمات أنا عايز أتكلم في كلام في كلام أنا عايزه أنا عايزه يوصل اللي هو الترقي في المعاني الإيمانية المعاني القلبية القضية فيه مش الترقي في الأعمال نفسها الأعمال دي يا جماعة أسباب يعني العمل اللي هو الزكر وتلوته القرآن والدعاء والبكاء والخلوة وقيام الليل وطول السجود المعاني دي دي كل الأعمال دي أسباب المهم من الأسباب دي ما يقوم بالقلب من معاني يبقى يا قضية مش قضية أعمال الأعمال دي عملت مش شكليات مش مظاهر أنت لما بتعمل زي مول كده كنت شايف واحد كنت شايف إنسان يعني على طول في إيده في صباعه عداد قال له أنا شايف أنا شايف إن في صباعه عداد وبيعصي قال له عايز أفهم العداد دي عمل إيه عمل إيه في قلبك شايفه في المسجد وقاعد وبعدين في غفلة مطبقة ما فيش تقدم طب الأعمال دي عملت إيه يبقى القضية يا جماعة لازم تفهموني مش الشكليات مش المظاهر مش المناظر أنا كنت عايز أقول مش بالليحية لكن اللحية الوقت بقت مناظر وبقى كل الخنافس مربيين لحيتهم وطويلة قوي وكل حاجة يعني الموضوع مش موضوع اللحية ولا موضوع لا الموضوع ماذا قام بالقلب من معاني هو دي الموضوع عشان كده أنا عايز أكلم في التدرج في المعاني الإيمانية هذا يحتاج إلى فهم وتدريب عشان كده بقول لك لازم لك شيخ الطريق ده الطريق ده مش لعبة لربنا الطريق لربنا والوصول لربنا مش لعبة عارف الصحابي اللي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل سيدنا طلحة بن عبيد الله طلحة الخير طلحة الفياط طلحة ده كان كان قمة في الصحابة وعذلك قال للنبي فدلني على عمل أتشبس به بعدك وجود النبي في حياته إمام إمام بيقوده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هو هيعمل إيه هعمل إيه بعديك هي دي قضية وجود إمام قدامك شايفه حطت إيدك على كتافه مسك في ديله ماشي وراه بيحسبك بيرقبك بيوبخك بيزعقلك بيفهمك بيطبطب عليك بيعلمك بيسمع منك بتسمع منه بتشوفه بيشوفك بتقوله بيقولك حياة وجود شيخ إمام ماشي قدامك الشيخ ده مشي الطريق قبليك وجربه وعارب يقولك حاسب فيه هنا حفرة هتوع فيها حاسب الطريق اللي انت ماشي فيه ده سد هتتبطح لو مشيت فيه خلي بالك ده ينفع وده ما ينفعش ده تقرى ده وما تقراش ده ده تعمل كده دلوقتي وما ينفعش دلوقتي لسه قدامك سويا على ما تعمل ده هي دي القضية محتاج فهم وتدريب طريق لربنا سبحانه وتعالى لابد أن نعلم أيضا أن التدرج في هذه الآفاق الإيمانية له علامات وإشارات ومنارات يعلم بها الرباني أين هو وأين نزل يبقى يبقى عارف لما أسألك كيف حاله قلبك مع الله تعرف تجاوب ده أنا عايز أسألك أين أنت من الله تقول لي في المكان الفلاني يبقى فيه منارات لما أرى أعرف أنا فين قلت لكم كثير على مدار أنا قلت لكم أن أنا بفضل الله وبعون الله وبتوفيق الله أن شرحت المدارج خمس مرات مدارج السالكين خمس مرات فمن الكلام الذي تكرر كثير في الخمس مرات وإن كانت كل مرة تختلف عن الأخرى قلت أن أول منارة في السير إلى الله الأنس بالله يعني أول ما تقول يا رب أنا همشي تشوف الأنس يبقى اللي ما شافش الأنس بالله يبقى عمره ما مشي بتزعم أنك مشيت لما قولك أنت حسيت حلوة حسيت دي المعاني دي يا جماعة تتحس تداء تتشاف مش كلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وآله زاق طعم الإيمان يبقى الإيمان لو طعم يداء طعمه إيه حلو الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى لازم تفهم دي إن الإيمان لو طعم حلو يداء دقت حسيت فهمت شفت يبقى أول منارة تشوفها وبرضه الكلام ده تكرر معنا كتير معلش تاني إن أنا لو مسافر اسكندرية على الزراعي معلش الزراعي ده بتاعي أول ما بطلع من القاهرة بيقابلني كبري اليوب أنا معلمه أما أطلع كبري اليوب كده يبقى أنا ماشي صح بعد كده بيقابلني كبري أها طلعت كبري أها ماشي ده اسمه معلم منارة منارة للطريق بعد كده كبري طوخ بعد كده كبري بنها بعد كده كبري قوسنا بعد كده كبري بركة السبع إيه لأ وانا ماشي كده لما شوف الكبري ده هو ده اسمه معلم وانا ماشي في الطريق لربنا ألاقي لا أعلم أنه اسمه الأنس إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له هو ده كبري الأنس إن أنا أطلع فوق الناس أبقى مش شايف الناس ولا حاسس بالناس ولا مشغول بالناس ولا بتبسط بالأعدة مع الناس أن يأنس القلب إلى الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات أن يبقى القلب يأنس بالحطة الفاضية اللي ما فيهاش حد عايز أسمع الهدوء بينزعج من الدوشة ما بقولك شي أهجر الناس روحوا في الصحنة ده أنا بقولك ساعات ساعات أحيانا بحب الهيصة إن أنا قاعد في وسط العيال والأطفال الأطفال دول نعمة من نعم ربنا علينا إن واحد يحس بالهيصة أو الودة عمال يهيص وده بيصوت وده بيعيط وده بيلعم وده بينط فوق دماغك ناشي بس ده مش طول الوقت يبقى فيه وقت كده شت بس سيبوني الواحد شوي في اللحظات دي أكره التليفون أنزعج ضد عارف الإمام أحمد تزوج الزوجة التانية بعد سنة فالزوجة بتقوله يا ابن عم هل أنكرت شيئا بعد سنة بتقوله أنا زعلتك في حاجة قال لا إلا أننا عليك تصر لا 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 فيش حاجة بس الشبش باللي أنت لابسها لأمو أغزة بيخبط له صوت بيصفر عمله إزعاج في دماغه وهو قاعد في الخلوة أن فيه حاجة بتخبط هو ده أن أحيانا زي قلت لك كده أنت عايش حياتك وأنا ما بيش هقول لك روح وقت في الصحراء لوحدك لا أنت عايش في الحياة بتركب ميكروباس وبتنزل الشارع وتروح تدور على أكل عيشك وتجري وراء لغمة الحلال ده مهاش مشكلة لك زوجة عايزة هي أحيانا الزوجة أحيانا الزوجة هي عايزة تصوت سيبها تصوت وهي تصوت وأنت تبتسم كده وما فيش مانع خليها تصوت يا أخ هي عايزة تصوت وعايزة تزعها أحيانا كده بتبقى لهم حاجات وأنت تستحملها هي دي الحياة أولادك عايزين يلعبوا معاك ويشوفوك ويعمل لاش قب ماشي بس ينبغي لمن يريد الله إنه يبقى له ساعات ده اللي بقولك برنامج بقى برنامج إمتى هقرأ قرآن وإمتى هذكر الله وإمتى الخلوة وإمتى هقعد مع زوجتي واسمع منها واتكلم معها وأقتنس بيها وتقتنس بيها وإمتى هالعب مع عيالي ويتنططوا علي ويهزر ويلعبوا ويهيصوا كل دي أجيب وقت منين يا شيخ؟ ما تقولش كده نظم وقتك يا التسع عشان كده بقول الراجل اللي عايز يوصل ربنا ما بيشتغلش بالليل آخر شغله العصر لو اتأخر لازم يدخل بيته قبل المغرب حتى لو هموت مجور ما بيشتغلش أنا بالليل بالليل ده بتاع بيتي وربنا شغل من أداني الفجر صليت الفجر أخرج بعد صلات الفجر بركة اليوم لحد قبل المغرب لحد العصر كويس جدا لحد قبل المغرب يبقى ده عندها الاضطرار والوقت أقسمه وظبطه وربنا يرزقه إذا ما لقيتش هتلاقي لو علم الله صدقك فكه السير إلى الله فكه السير إلى الله علم خطير له أصول وضوابط مش لعبة ومش أي حد ومش كل واحد يعمل اللي هو عايزه مش كل واحد يعمل أي حاجة وخلاص يقراها في الكتاب يسمع فيها من حد العلم ده زي ما أحد المشيخ قال إن زي ما في الفقه في علماء للترجيح في الفقه إن علماء بي مجتهد عالم مجتهد بيرجح إن الدليل ده أقوم الدليل ده والرأي ده أصح من الرأي ده في المصطلح في علماء بيرجحوا فلان قالوا فيه ضعيف وقالوا فيه ثقة مين ييرجح بين القولين كذلك في علم السير إلى الله في علماء مجتهدين لهم حق الترجيح أصول وضوابط إن التزم بها العمل سبق غيره أما إذا جهلها جهيلها أما إذا جهيلها ولم يعمل بها فإنه يتخبط في سيره وأخطر الآفات في قضية السير إلى الله الاستعجال أخطر الآفات في قضية السير إلى الله الاستعجال إنك أنت تبقى مستعجل نحن نقول أحيانا هو ده بقى إيه يعني إحنا دلوقتي في الحلقة وصلنا للحلقة ربعمية وسبعة من المدارج السالكين واحد جاي النهاردة يسمع الحلقة ربعمية وسبعة فاتوا ربعمية حلقة فاتوا ربعمية كلام وجاي النهاردة يسمع وأنا بقول إيه قول لي أنت آخر مرة حسيت فيها مش شوق إلى الله إنك اشتقت إنك تشوف ربنا فسالت دموعك هل أخذك إمت أخي مرة حسيت الإحساس ده يقوم هو يقول آه أنا بقى عايز أحس الإحساس ده ويزعل لما قوله لسه بدل عليك إحساس ده محتاج أعمال مقدمات يقول لي لا أنا هحسه بقى النهاردة ماشي ممكن الإنسان يحسه النهاردة والكلام ده أنا قلته برضه في علم السير إلى الله إنك أنت عارف لما تدخل أحيانا محل بتاع حلويات عايز تشتري حاجة فييجي الراجل فيه بيع شاطر يوم يقول لك خد عندنا بسبوسة حلوة دوق حتة البسبوسة دي تبدوق حتة الكنافة دي تبدوق حتة يدوقك لما تقول له يريد إقامة الحجة على عبد يدوقه بيديك حتة شوء زي دي حتة حب حتة أنس سيبوني عايز تزاعد الواحدة شوية مع ربنا بيدوقك بس دا ايه دا حتة على طرف لسانك لكن عشان تعيشها وتتمكن من مقام الشوق دا ولا الأنس دا محتاج شغل محتاج شغل فما تستعجل والواردات والمواهب ربنا سبحانه وتعالى كريم وهاب جل جلاله عطاؤه يتخطى الأمال